الظروف صعبة عم بيمر فيها لبنان تنضوش عمعة منفق مظلم علوا انه هالأمل يكون واقعة وحقيقة بنهود لبنان أو بالمساهمة بنهود لبنان من قزمته اللي هي عم تتفاقم على مختلف الأصعي ده المالية والاقتصادية والاجتماعية حتى ما نذكر النقدية لانه النقدية صارت بوضع لا نحصد عليه عنايت بهالشمعة هو اقرار لجنة المال والموازنة وان شاء الله قريبا مجلس النيابة بهائطة العامة اقرار اقتراح القانون الرامي لانشاء صندوق سيادة لبنانة لإدارة واستثمار الموارد البترولية الموعودة ان كان لانه اذا كان لابد من مواكبة اعمال الاستكشاف والحفر بالمياه اللبنانية يلي على فكرة كلكم عم تسمعوا انه ستبدأ بركة بنص هذا الشهر وبأبعد احتمال بآخره بس فيه تأكدات انه نص شهر ايب بتبلش اعمال الاستكشاف والحفر فاذا نصت المادة ثلاثة من القانون رقم 132 على 2010 نصت على انشاء هذا الصندوق تيكون هو المرجعية التشريعية حتى ما نقول المنظومة التشريعية لانه كلمة منظومة صارت بتودينا على ستة لاف خلفية فاذا من الاطار التشريعي اللي بيتعلق بادارة واستثمار موارد السروي البترولية لصالح مين لصالح الاجيال القادمة هلأ بنشرح شو معناتها الاجيال القادمة مش معناتها انه نحن ما بنستفيد منه اليوم سئة وامكانيات وضمانات خاصة انه محتمل كتير يشكل احتياطي تاني بعد الدهب احتياطي بتراكمه العائدات والارادات يلي بدا تنتج من عمليات الاستثمار والتوظيف بشكل شفاف بعيدا عن الامراض يلي هلأ رح نحكي عنا يلي مر فيها لبنان بالسابق فاذا حتى نوصل لحوكمة رشيدة ونوصل لشفافية حقيقية ونوصل لعزل بتأسف اقول عزل بس لانه بعدنا عم نعيش واقع بعد ما طلعنا منه طالما الاصلاح المرجو لم يحصل بعد بعدنا عم نعيش واقع سوق ادارة وهدر وفساد والباد كونيا وفي خوف وخلق مشروع عند اللبنانيين بانه كيف بدكن تحموا هذه السروة الطبيعية وشو ضمنتنا بكرة اذا كان صابة يلي صاب غيرها من هون حرصنا على الاقل بمثل هيدا القانون انه نروح لا تحت سقف طايفة وسياسة ووساية ووساية اه كانت ووساية وزارة او ووساية حكومة رحنا تحت سقف المعايير العالمية يلي هي معتمدة دوليا بانشاء سنديق السيادية رحنا على مبادئ سانتياجو لسندوق النقد الدولي رحنا على مدقق خارجي معترف فيه دوليا بحسابات السندوق هلأ منحكي بالتفصيل حتى بتكوين الجهاز الاداري للسندوق يلي هو مجلس الادارة هون كمان كان فيه حرص كتير كبير لفصله عن التأثير والتأثيرات السياسية يلي عشناها واللي بعدنا عم نعيش قسم كبير منا اليوم بدي اذكر انه نحنا انطلقنا من اربع اوينين هيدا جدول مقارنة لحوه معي عم فرجيكن يا على الكاميرا جدول مقارنة لاربع اقتراحات انطلقت منهم لجنة المال والموازنة ولجنة فرعية منبطقة عنها اشتغلوا على مدى ثمانة شهر لحتى نوحد المنطلقات مش تسويات هل اقتراحات تقدمت فيهم اربع كتل من كتلة التنمية والتحرير لكتلة لبنان القوي لكتلة اللقاء الديمقراطي لكتلة الجمهورية القوية بالاضافة الى اراء قيمة من نواب زملاء مستقلين شاركوا بمعظم الجلسات بالاضافة لخبراء ادعينيهم ومنهم خبير له باع طويل بانشاء السنديق السيادية بالعالم الخبير الناروجي وبالاضافة الى هيئة قطاع البترول يلي كان الى دور قيم ومشكور بكل النقاشات يلي حصلت فاذا شو وحدنا كيف وحدنا هل رحنا ناخد شوية من هون وشوية من هون وشوية من هون ونعمل عملية محابات سياسية على خلفية انه كل كتلة بتمثل فريق معيا تمقول طايفة لا رحنا كلنا على مبدأ واحد استرجاع السئة المفقودة بلبنان ماليا واقتصاديا وهيدي فرصة ما فينا نضيعها من هيك من زلقنا يعني ما وقعنا اذا بدكم بفخ التسويات يلي بتعيدنا لامراض سياسية لبنانية تقليدية عانى منها لبنان وبعده من محاصصة طائفية وسياسية مدمرة رحنا بالنتيجة لاقتراح متل ما ذكرت تحت سقف المعايير العالمية والمصلحة الوطنية براعي المبادئ والقواعد المعتمدة عالميا بانشاء بانشاء السنديق السيادية والتجارب العلمية لها السندي او العملية لها السندي ما رح ارجح ذكر باللي قلته رح روح مباشرة كيف كيف ممكن نتوصل طبعا من خلال التشريع واحده ما فينا اكيد التنفيذ مهم بس على الاقل نحنا شو عملنا نحنا فاذا مع كل اللي ذكرتهم هلأ بنينا القصص التالي اولا انشاء صندوق سيادة لبناني كمؤسسة عامة لكن زاد طابع خاص لا تخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام فاذا صحيح مؤسسة عامة بتقولي ليه بقلكم لانه امهال عامة النفط والغاز هيدا مانو ملك اشخاص هيدا ملك الشعب اللبناني وبالتالي ملك الدولة اللبنانية مش بسلطتة متل ما بتعرفوا في الدولة وفي السلطة الدولة يعني كلنا من هال منطلع عطينا كيف بدنا نحافظ على استقلالية فاذا رحنا على مؤسسة خاصة مؤسسة عامة زي بتابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإدارة واوسع الصلاحيات أوسع الصلاحيات بشو بصياغة ما سميناه تفويد الاستثمار يعني وين تستثمر بتعرفوا صندوق سيادة عم نحكي إن شاء الله وابدى أعطي أمال وبكرة يعني نتحيسب عليها بس من المفروض إنه عم نحكي بعشرات المليارات الدولارات وإن شاء الله يكون أكتر بدنا ننطر أكيد نتائج هذا العمل ولكن نحن عم نحكي عن أمل حقيقي فإذن وقت اللي بدنا نروح على استثمارات بمليارات الدولارات بدأت تكون مدروسة بدأت تنشغل بتقنية عالية وبدو يكونوا الناس يلي عم بدروها مش سلطة سياسية بدو يكونوا ناس زاد خبرة لذلك رحنا على رابط قانونة مثل ما قالنا بالأول هيدا ملك الشعب بدك تروح على رابط قانونة مش وساية رحنا عمجلس المزراء لماذا لتعيين مجلس الإدارة طيب بكتقولولي كيف بدو يعين مجلس الوزراء مجلس الإدارة ويظل مجلس الإدارة مستقل بالمادة سبعة المقترحة ما هي القيود التي وضعت حتى نكفل بالحد الأدنى هذه الاستقلالية وعدم الشطط بعملية التدخل السياسي ويمكن منعه بالكامل ما هو المقترح المقترح هو التالي مجلس خدمة المدنية مع شركة معترفية دوليا أو شركة دولية للتوظيف شركة خاصة بقوموا وفقا لشروط محددة موجودة هون وخبرات بقوموا بإعداد لائحة من المؤهلين هالخبرات هي التالي أولا بدو يكون عمل السيبي مرتبط بالسناديق المالية والاقتصادية والقانونية الخبرات هي إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات السلة خبرة متطورة في القيادة التنفيذية بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية والأهم خبرة عالمية تشغيلية لا تقل عن عشر سنوات يعني بدو يكون عندو خبرة عالمية لا تقل عن عشر سنوات في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال لا يقل عن مليار دولار يعني ما فيكن تجيبوا محاسين في ناس مؤهلين متل ما قلنا شركة توظيف دولية مع مجلس خدمة مدنية بعدوا ليحة ومنها اللايحة بنقمش الصزرة فإذا هذه الدوابط لأنه بالآخر فيه حدا ما بدو يعين نروح على آلية تقديم الطلبات وغيره هي مشروحة يعني مش متروك بهذا الموضوع أي تفصيل أي صغرة تنفض منها سلطة وصفات واضحة شركة دولية بتعد مجلس خدمة مدنية بيتعاون معها بيرفعوا بيتم التعيين من خلال هذه اللايحة الالتزام بقواعد طبعا الحوكمة للمجلس الإدارة بس مين بعد نظامه الداخلي هو بعده وبيرفعه لمجلس الوزراء وبالتالي له دور بخبراته التقنية العالمية بإعداد كيفية عمل وسير هذا المجلس الإدارة طيب الاستثمارات كيف حكينا عن التكوين بدنا نحكي هالأموال شو بنا نعمل فيها محفظتين وقتلقلنا الأجيال القادمة يعني محفظة ادخار واستثمار هاي دي محفظة ومحفظة تانية اسمها محفظة تنمية بمحفظة الإدخار والاستثمار هون ممنوع حدا يسحب ينفق يصرف يعمل هاي دي تستثمر بنسبة لا تقل عن 75% بمشاريع استثمارية خارج لبنان بمحفظة التانمية عائدات الضربية لأنه هناك عائدات ضربية بدل ما تروح على الخزينة مباشرة بما أن مرتبطة بالصندوق وبالأنشطة الفترولية وبمواردها تذهب إلى الصندوق ومنه فقط لمشاريع منتجة يتم الاتفاق عليها مع الحكومة تذهب إلى موازنة لتمويل مشاريع منتجة تنموية اقتصادية في لبنان فإذا 75% على القليلة استثمارات وتوظيف وتراكم العائدات من وراء الاستثمار هيدا مفترض ينمي خلال سنوات خادمة احتياط نقدي مهم جدا للبلد صبح ضمانة تانية موجودة مع ضمانة الدهب هيدا الهدف اتنين حتى ما يكون فيه انفصال كامل عن الواقع اللبناني المعيوش بيكون فيه محفظ التنمية بنسبة مرتبطة بالعائدات الضريبية ونسبة منها العائدات مشكلة لانه فيه منها بده يستثمر كمان نسبة منها بتروح لمشاريع تنموية بالمبدأ ليس هنالك ابدا من يعني اطفاء للدين من خلال هذا من خلال هذه العائدات والمحفظتين الا انه انطرحت فكرة وهي انه في حال في حال صار عنا فائد اول بالموازنة وبيقطع الحساب تبهوا عم بحكي قطع حساب من سنة تلاتة وتسعين لليوم ما عنا قطع حساب على قليلة هون بركب نحفزوا نروحوا ويعملوا قطع حساب ندقق حسب الاصول مش متل اللي كانت تجي ونرفضها فاذا قطع حساب موازنة فائد اول فيه بين نفقاته وورداته ساعتها وفقط من محفظة التنمية فقط من محفظة التنمية المخصصة اصلا لتمويل مشاريع منتجة مقرة بالموازنة بيكون فيه امكانية لهذا الموضوع هايدي فكرا عطيت طبعا رح الاقرار رح يكون بالمجلس النيابي بالهيئة العامة لانه هناك كمان الفكرة الاولى يلي انا حكيت عنها واللي كان لجنة الفرعية متبنيتها هي التي تحذر كاملا حتى بهالنسبة القليلة اللي عم بحكيها وبالفائد الاولى اي علاقة بالدين ينطط وضع استراتيجية الاستثمار لنا بمجلس الادارة مين بيستثمر الحكومة وزير المال وزير الاقتصاد مين السندوق مجلس ادارة السندوق بيوضع هو استراتيجيته طبعا بدأ تروح على مجلس الوزراء وعلى الحكومة لكن ما بتروح ترجع تتغير بكاملة لان ما حدا عنده الامكانية يرجع يغير ها كلها وفقا لمعطيات علمية وتقنية ومالية عالية جدا فاذا الخطة بيعملها السندوق الاهداف استراتيجية تنحط بهالخطة مستوى المخاطر يلي بدنا نتحمله ريسك تولرنس وتأمين التوازن بين المخاطر وعائدات الاستثمار في جميع مراحل استثمار الاموال هيدا كمان مسؤولية السندوق ومجلس ادارته عم نحكي ليش عم نعطي كلها التفاصيل لنعرف قدام مستوى الاستقلالية يلي منعطة ماليا واداريا للسندوق السياد الاصول التي يجب التي يتوجب الاستثمار فيها ومعايير اختيار الاستثمار لها الفئات يعني فئات الاصول استعمال المشتقات المالية القيود المفروضة على استثمارات السندوق هاي كلها بتنوضع بالخطة يلي بد يعدها مجلس الادارة المعايير المواضيع الاخرى المهمة اخضاع التفويد متل ما قلنا باستثمار اموال السندوق وعائداته لموافقة كل من مجلس وزراء بس هاي سنويا مش كل ما بده السندوق يظهر يعمل استثمار او يظهر من استثمار بديروه عمجلس وزراء بديروه عمجلس نواب الخطة العامة استراتيجية العامة اخضاع حسابات السندوق واداء ادارته مش بس حساباته اداء ادارته لمين لمدقق خارجي معترفي دوليا فاذا في مدقق بدقق بالحسابات وفي مدقق بدقق بالاداء وبالمهام مرتبط كمان بدوان المحاسبة الالتزام بمبادئ الشفافية والعلنية عن طريق نشر التقارير والمعلومات بان نخلص من خبرية تقرير من ضبه ما في تقرير بين ضبه عم نحكي بشفافية كاملة يعني معلومات متعلقة بحسابات السندوق واستثماراته تنشر على الموقع الالكتروني للسندوق هيدا كله ليش عم نروح فيه لهيدا السقف لانه بدنا نقمن ادارة ادارة اموال دولة من مواردها البترولية بطريقة جديدة بطريقة مش معودين عليها بطريقة سليمة وبدنا نحفظها مع عائداتها لاجيال قادمة وطبعا لتنمية الاقتصاد الوطني المرئبة والمحاسبة متل ما حكينا المرئبة والمحاسبة تم تحديدة هلأ ذكرنا كيف ان كان من خلال مدقق الحسابات الخارجية المعترف فيه دوليا ان كان من خلال مدقق ايضا اخر دولة لتقييم الاداء وحسن التنفيذ واخيرا مجلس عفوا دوان المحاسبة برقابته المؤخرة كمان على اعمال الصندوق والمجلس النيابي الذي يجب ان يتابع وهلأ بحكي كيف مسيرة هذا القانون وهذا الصندوق بشكل جدي وعملي مش عمليا باي خلفيات اخرى فاذا لكن ما فيني اختم الا ما قلكن شغلة انتو بتعرفوها ونحن بنعرفها انو العبرة هلأ بكتونت قلولي العبرة مش بالقوانين عنا كتير قوانين حلوة ومنحة و و جيدة ولكن العبرة بالتنفيذ العبرة بالتنفيذ والتقييد باحكام القانون وبنصوصه التطبيقية لحتى ما يضل هذا العمل الحبر على ورق وحتى ما نفوت بمشاكل وانهيارات يلي فتنا فيها بالماضي من هون القيود يلي وضعناها والرأي العام الموجود اليوم محليا ودوليا يلي كله عم يتوجه لقلنا حتى نعطي نموذج جديد ما بعتقد بعد حدا بيقدر يحمل او لازم بعد يفكر انه يخرج عن هذا الاطار طبعا اذا هذا الاطار اقر فاذا عمليا نحن زي رايحين على الهيئة العامة نتمنى ونتأمل انه بالهيئة العامة نفس الروحية اللي اشتغلنا فيها كفريق عمل متكامل طبعا كان فيه اراء كتير وبعد بضل فيه اراء كتير وانا بتقريري رح اذكر كل الاراء اللي كانت مطروحة بفترة نقاش هذه الابتراحات لكن ما نخرج عن هالروحية هاي ما نخرج عن عدم اختراع مرة تاني سلطة تهيمن على اموال نحنا بقى مسل حاجة الى ما نرجع نركب بالقانون تركيبات جديدة ما بتمنى هالشي ما بريده اكيد نحنا كلنا لازم نكون ايد وحدة بكلمة وحدة حتى يكون بالهيئة العامة على الاقل هذا يعني هايدي الروحية وهايدي المبادئ وهايدي القواعد اللي عم نحكي عنا نظل محافظين عليها ويصدر القانون بهذه الحلة يلي تعطينا امل ان شاء الله للمستقبل ومثل ما قلنا رح نتابع التنفيذ ان كان بلجنة المال او بالمجلس النيابي ولازم نكون كلنا سوا يعني متأهبين لهذه الخطوة لانه بتحمل امل يمكن وحيد بهالحال اللي نحنا فيها امل جدة وفعلي باعادة السقة المالية بلبنان شكرا ويعطيكم العافية وانا جاهز اذا حدا عنده سؤال انا جاهز ما في مقصود انه عندك انت يوم عائدات وازنة بدأ تتوظف اذا فيه فرص واكيد فيه عالميا مدروسة متل ما قلنا وبمخاطر معتدلة لحتى تنمي عائداتك بدك تستثمر وهيدي شغلة مجلس الادارة خارج لبنان حتى ما نوقع بالمشاكل اللي وقعنا فيها بالماضي مش معناتها انه بلبنان اذا ما فيه مشاريع جيدة ومدروسة والاخرية لذلك لحظنا وحفظت التنمية نسبة معينة هذه النسبة حتى انا ما ذكرت اذا صار فيه فائد بالادخار والاستثمار بالمحفظة فوق ممكن انه يتحول لمحفظة التنمية فاذا مدروسة بشكل لضمان هذا الاحتياط للاجيال المقبلة والقادمة وقدماني للاتصاد اللبناني نعم والاخر هل تخشى انه باللهيئة العامة الليكون في عقبات بالعلم ان الليجنة الفرعية والليجنة المان والموازنة كان في كل الاطراف السياسية هل تخشى صوت عقبة او عرقل هالشي هلأ ان شاء الله ما اخشى بس انا بطبيعتي ما بخشى بس بزيت الوقت ليش عم بوجه هلني دي هلأ باخر مطلعت ليش عم بقول انه خلينا ننتبه كلنا سوا نروح على الهيئة العامة بزيت الروحية لانه ان شاء الله ما بيصير اللي كان يصير بالماضي اوقات انه نرجع من بعد كل التحضير اللي عملناه نفوت نرجع بزيت اذا بدك الهي ده ما بيعتقد الكل واعي ان شاء الله والكل عارف قديش حجم المسئولية يلي علينا خاصة بموضوع متل هيدا الله نعم على لبنان اليوم بيسروي ما بنعرف قديش وبعد ما عنا يمكن التقدير الكافي الى لكن لا شك انه هاي فرصة وهالفرصة بعد كل اللي مرأنا فيه مين بعد بيحمله ضميره انه يضيعه من هون هديه القواعد بالشفافية بالاستقلالية بالحيادية بالرقابة بالادارة المستقلة كلها بتعيين مجلس الادارة بعدم وجود سلطة وصاية سياسية مثل ما كان يسير والماضي عين لي فلان وشل لي فلان شفنا بلجنة المال وحدة وقت دققنا بالتوظيف بسنة واحدة طلع عنا خمسة الاف وثلاثمية ووقت رحنا بالتدقيق اكتر على كل السنين الماضي تلينة وثلاثين الف وظيفة غير لا تتمتع بالتوصيف الوظيفة القانوني الصحيح ما احنا بعد فينا نكفي هاك اكيد لا من هالمنطلق خلينا نكون شففين بالهيئة العامة نطرح الامور متل ما هي وان شاء الله بيصير خير نعم فضل عادة بالدول برا وزارة المال هي اللي بتهتم بهذا النوع من السنبيل نحنا هون رح يكون في اهتمام دولي رح تقبل اصفات سياسية بهذه النقطة بس تصحح معلومة بكل الدول لا لأن نحنا شفنا تجاري عرض علينا كبراء هلأ ذكرت احدهم انا لا بكل الدول تقريبا السيادي عنده استقلالية كتير كبيرة هلأ بيكون في عنده رابط قانوني مع حدا جهة في عندك ببلدين مثلا بروحوا على مصرف لبنان في بلدين بروحوا على وزارة تنمية او بروحوا على حكومة او بروحوا على وزارة طاقة او وزارة مال لكن الرابط قانوني وليس وصاية كل الدول بتحرص تحرص انه طاعة السندوق السيادي استقلالية لما تدخلوا بمتهات وزارية بالسياسة التقليدية نحنا عملنا بهاي المعايير وبالتالي نحنا ما اقصينا حدا يعني حدا له دور بالنهاية بكرة اذا فيه من اعتمادات بالموازن الى نفترض بمحفظة التنمية بدأتمر بالموازنة هاي دي بمحفظة التنمية اكيد الحكومة الى دور وزير المال الى دور بس ما في سلطة حصريا هي تدخل او بتكون وصية هون يجينا عملنا هشي هلأ بتقليلي الافريقاء السياسيين الافريقاء السياسيين كانوا كلهم ممثلين باللجنة الفرعية وباللجنة اللجنة الموازنة وكلنا توفقنا باستثناء يمكن بعض التفاصيل الصغيرة يلي هي يمكن ما تكون صغيرة لكن بالهيئة العامة ستصار مرة اخرى اللي هي تتعلق ببعض الامور الى ادارة تعيين الى اخره مواصفات مؤهلات الى اخره مش هناك انا عمقول ما بدنا نخرج عن هاي الروحية وعن هاي المبادئ وان شاء الله هشي اللي شفناه باللجنة باللجنة المال من تفهم ومن تعاون باننا كلنا سوا وقلا ما كنا قدرنا وصلنا لهون يكمل معنى بالهيئة العامة نعم ابرد تشحب بهالتجربة عملت هذا الصندوق بس بعد تسعة سنين لبنان قديما اقول ياخد الوقت نحنا عادة لبنانية حركين حركين بسرعوا شوية اكتر من غيره ان شاء الله ما ياخد معنا وقت كتير بس اكيد معك حق عامل الوقت كتير مهم لزلك نحنا لحظنا انه باول ثلاث سنين ما رح يعني ما رح يصير فيه اي مس اذا بدك لا بالعائدات ولا بغيرة حتى يقلع الصندوق واكتر من هيك باول ثلاث سنين كمان اخدين ببيلنا انو ما بدنا نكبر الحجر على حالنا وما بدنا نبني نعمل مؤسسة تير كبيرة ونجيب خبرة من هون وليجين وما بعرف شو قبل ما نبلش نشوف المردود الفعلي لقلو